تحت رعاية سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي أقيم صباح اليوم حفل تخريج إحدى دورات المستجدين بالحرس الملكي وبدأ حفل التخريج بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم قدم عرض عملي نفذه الخريجون اجتمل على المسير العسكري البطيء والسريع بعدها قدم مسؤول الدورة إجازة مفصلا عن الدورة وما تضمنته من برامج نظرية وعلمية وتطبيقات وتمارين نفذات خلال مراحل انعقاد هذه الدورة وخلال الاحتفال أدى الخريجون القسم القانوني وبعدها تفضل سمو قائد الحرس الملكي بتوزيع الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية على المتفوقين في الدورة وبهذه المناسبة أشاد سمو قائد الحرس الملكي بالروح المعنوية العالية التي لمسها من الخريجين والمهارات العسكرية التي اكتسبوها خلال الدورة حيث قدم سموه الشكرى إلى مدربي الدورة على الجهود الطيبة التي بذلوها للوصول بالمستوى الاحترافي المتميز التي ظهرت به الدورة كما حث سموه الخريجين على مواصلة بذل الجهد والمثابرة للتحصيل العسكري متمنيا لهم وللجميع التوفيق حضر حفل التخريج العميد الركن حمد خليفة النعيمين بقائد الحرس الملكي وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وأهالي الخريجين ونكون وفيا لمملكة البحرين ونكون وفيا لمملكة البحرين موسيقى 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 اشتركوا في القناة